ناء الإنسان للمصر هو احنا الصراحة كمان كنا شايفين عرض الاستراتيجيات دكتور طريق من قبل توليه الوزارة صحيح فيعني سعيدنا جدا انه هو تولى الوزارة بهذا الفكر احنا دخلنا حيز التنفيذ اما تولى الوزارة بالظفر انما هو الفكر والستراتيجي ده موضوع وكان من ضمنها بنك المعرفة والمعلمون اولا ندربهم ازاي شنقول حيك لا هو من سنوات سيطر ايش رغال على مشروع التعليم لكن بدأ حيز التنفيذ من فبراير 2017 فدي بقى هتاخدني النقطة تانية وهو شكل المدارس والأبنية واسياتك كنت قلتني هم برضو هيبطروا يعودوا القعدة اللي هي الصفوف اللي يعود قدوره اللي يعود وراء والكلام ده اكيد هيبقى فيه يعني اساتيود مختلف في الفصل سواء من الطالب او من المعلم عدد التلاميذ في الفصول شكل البناء دايما كنت اسمع ان لا يحبز ان يكون المدارس اللي فيها اطفال صغيرين ادوار تبقى مثلا دورين بالكتير قوي انا عايز اعرف الخطة لشكل البناء المدرسي عاملز كده حقيقة واحت معي للضلع الرابع من منظومة تعلمية وهي البنية التحتية بقى والمباني بالنسبة للمزارة تربية وتعليم واشتغلت عليها صلاحية الابنية اللي هو يسري عمل مجهود دبار الفترة الفاتت اكتر من تلاف ومئة مشروع جداد داخل والخدمة حوالي عشرين الف وخمسمائة فصل بين فصول جديدة وبين فصول اعادة هيكلتها وسانتها مرة تانية وبين اعادة توظيف الاماكن الشغيرة في المدارس اللي بخال الفصول عشان تستغلها بالكسفات اولا وزارة التربية وتعليم ما اشتغلت عن ادوار الكثفات ده اشتغل بشكل علم شوية شافت السبع وعشرين محافظة ايه اكتر محافظات اللي فيها تكدسات وفيها كسفات عالية في المدارس شان تبقى هي اولوية لي لو حيك لو حاستن برح دكتور طائر شاوها بيعرض ام سيادة الرئيس بيقول احنا عملنا مشروعات كتير في المينيا وفي اسيوت وفي اسكندرية هي دي المحافظات اللي تم رصدها ان فيها كسفات عالية في الفصول وتحديد المحافظات السعيد كانت مهمة لعامة الدولة كلها شغالة عليها في كل المشروعات كما ضمنها التعليم عشان نقدر نستوعب الاثنين مليون ونص طالب الداخلين معانا ان شاء الله في المنظومة التعليمية الجديدة الموضوع الاعاد بقى داخل الفصل زي ما حاك قلتي هيبقى شايق بالنسبة للطالب وبالنسبة للمعلم الاعاد زي ما حاك السالة بتقولك خش سكوتو هي شكل الفصل اصلا كان بقى فيه نوع من مزج كآبة شوية كلنا تعلمنا كده بس احنا بنحاول مغي صوتنا عالي عندنا يعني حاجة واحفظ وسمع وعملت الوجب ولا لا انا اصلا جايين زهقانين يعني الوحدة صحيح احنا مش عايزين بقى اللي جاي او جاي ما رأوب ان عملتش الوجب او جاي ما رأوب ان محافظتش او هتهزق او هتزنب واحد انا رايح هفهم وراح هتعلم والمعلم كمان هيبقى هو كمان الاتجاه بتاعه عايز يوصل للمعلومة عايز يبقى قاعد محاور مع مجموعة الطلاب دول عشان كده احنا اشتغلنا عليهم مش تدريب مهني بس تدريب كمان سلوكيات وده كان بقى مشروع معلمون اولا اللي بيشتغل عليه بيشتغل على سلوكيات المعلم في كافية التعامل مع الطالب ده المشاكل كنت حاجة بترصديها سواء طالب تعدى على معلم او العكس صحيح الفجوة دي اشتغلت عليها وزارة البيئة والتعليم برضو بمشروع كبير تحت راعة سيدة رئيس زي المعلمون اولا عشان نوصل السلوكيات الحياتي دي للمعلم ازاي يقدر يتعامل فيها مع الطالب القعدة نفسها بتختلف الطالب هيبقى قاعد جنب زميل وقاعدين في فريق عمل المعلم قاعد معاه وزي ما حكي قلت ده بيطرح فكره وده بيرد عليه وده بيتناقش معاه ده بيمارس معاه اللغة سواء اللغة الانجلزية أو الفرنسية حسب نوعية المدارس لا الموضوع هيبقى شايق جدا فالمعلم مش هيبهمه خالص من داخل السكن الموضوع هيختلف كتير ثقافات عندنا طبعا وموروث شغال مش هتغير في يوم وليلة دايما بأكد ان احنا بدأنا تغيير المنظومة التعلمية احنا ما خلصناش كل يوم في جديد كل يوم منطور من أداءنا وكل يوم لو فيه سلبية تم رصدها العمل على تغييرها ان شاء الله طيب المعلمين على فكرة يعني لسه عندنا استفسار عنهم لان فيه ناس كتير 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 بيتكلم على مرتبات المعلمين دي حاجة زي محضرتك قلت السيد أحمد هي من يعني من حقهم تماما اللي ضيع هيبة المعلم اللي كانت موجودة زمان موضوع السنترس بتاعت الدروس الخصوصية وموضوع المدرسين اللي كانوا بيجوا في البيت وبيعودوا في حضرتك قلت برضو لسه قد دلوقتي فيه وقائع زي تعدي الطالب على المعلم فبيقولوا انا بديك فلوس فدي طبعا ثقافات يعني مهينة جدا لمنظومة التعليم وده مسموش تعليم يعني ده نقط سيئة جدا المناظر المهازل اللي بنشوفها في السنتر بتاع الدروس الخصوصية يعني نأمل ان هي يعني يكون في خطة لاخفاء المنظمة حالك شفت الحاجة انا شفت منظر غريب جدا يا فندم الناس بتحجز عند مدرس معين كأن هذا المدرس منزل مثلا فالناس وقفة طبور لحد برا ما كنتش فاهمة ده ايه البيت ده سنتر دروس خصوصية يعني ما تخيلتش دعبوره عن ايه بالزبط خلينا نقول حالي نحن لنا مليون تلتمائة وخمسين الف معلم لو في بعض الظواهر حيات تم رصدها في الاعلام او من لنا كوزارة طريبية وتعليم في سوق التعامل بين المعلم والطالب ولكن ده لا يسيق لكل المعلمين نسي عند المعلمين محترمين جدا ممكن دي كان وجهة نظري وانا قاعد ما كان حضرتك يعني اما دخلت الوزارة ليت فيه ناس كتير بتشيد بمعلمين فيه معلمين جتير عندهم بجد ضمير وبشتغلوا وهي دي الغالبية العظمى الصراحة الفئة البسيطة بقى اللي حاجة بتتكلمي عليها دي بنحاول زي اعادة توضبها مرة تانية وعادة صورتها مرة تانية وعادة تأهلها مرة تانية عشان تنضم معنا في المنظومة ودي فئة أوليلة جدا حتى فئة دروس خصية زي ما حاجة بتقولي هو مدرس الناس كلها بتجري عليه عشان بس ده عنده اكبر اسئلة متوقعة واكتر اجبات مموزاجية فهيجيب لك اكبر درجات انا بقول لك حاجة انا نفسنا كنا بتعملها احنا لازم نواجه نفسنا ان احنا عندنا مشكلة مش عايزة الجيل اللي جاي بعد كده يبقى عنده المشكلة دي في فكره ان المدرس ده شخص وبعدين تيجي تسألني بس الخطي في سنوية عامة ولا خطر مش فكر حاجة فعلى مش عايزين يبقى حاجة وحاجة ممكن تبقى وصلة لدرجة 95% و 97% ودخلك ومية فاكر السنين بتاعة التحقي اللي كان فيها مية واتنين بس بتضحك علينا برا في حاجة مش مش عارف بجوة ازاي دي مستوع بالكلام ده بس دخلت لقيتم فعلى هما كل اللي بيشتغل عليك دروس خصية بيشتغل على ازاي جمعلك اكبر قدر من الدرجات مش كده حاجة بقيت مسمات مش فهمين ايه كل يهت القمة و ايه اننا المتفوقين و ايه مية واتنين وفاصل المتفوقين كده مش عالق بالعلم كده مش عالق بالتعليم خالص كل ده بتغير وازاي تخلص من دروس خصية طبعا في شقين هو شق القانون اللي بشتغل علي وزارة تربية والتعليم ممكن غلزت العقوبات بالنسبة لده سواء في غلق السنترات او الكامده كله وشق الاساسي بقى معرج المشكلة من جزرها هو الدرس الخصوصي بيعمل ايه احنا عدا نتشوفه وبيعمل ايه وغيرنا الموضوع تماما عشان كده بقول لأوليها المور ما تديش درس خصوصي عشان مش هيفيدك بحاجة انا سؤالي اختلف فمجموعة الدرجات ده انساها تماما خلاص انا سؤالي بها هيعتمد على الفيه ودرس خصوصي ما بيقعدش يشرح لك المنهج ويفهمك ده اللي بيحصل في المدرسة ده الخصوصي برضو هيعلمك شوية اسئلة متوقعة مش هتعوزها خالص على الفيه اولا المنهج معاك موجود على التابلت وانكل معايف عايز تغيش عايز تعرف عايز تدرس هيكون موجود في المتحام معاك معاك المنهج في المتحام بلنظمة كتير مفتوح اه بزر فانت مش محتاجة حاجة خالص عشان تفكر بقى عشان سؤالي هيعتمد على الفيه اه يعني السؤال هيجي من داخل المنهج اللي حضرتك فهمت وقال لابن حضرتك فهمه او اللي بنتك فهمت